قضت الفنانة المغربية دنيا باطمة ليلتها الأولى بسجن لودايا بمدينة مراكش مخلفة وراءها حزنا وألما عميقين بين أسرتها الصغيرة وكذا جمهورها ووثقت عدسة كاميرا هبا بريس لحظة وصول الفنانة المغربية إلى سجن لودايا من أجل إمضاء عقوبتها في السجن بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية وجدير بالذكر أن محكمة النقضي في الرباط رفضت الشهر الفائط طلب النقضي الخاص بالفنانة دنيا باطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة ترجمة نانسي قنقر